اه بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اعزا السلام عليكم ورحمة الله بعد ما فتحنا الباور سبلاي مع الكمبيوتر اللي هو هذا طبعا ما نتخلي بالكهرباء ما يشتغل لازم تسوي طريقة الشغلة وانما خليتها بالكهرباء تروح على هذا الكابل مثل ما دا تشوفون تلقي باي وايرات الوان فش تسوي تشارت تجيب واير قصير تشارت بين اللون الابيض هذا اللون الابيض ما السلك وبين اللون الاخضر ما موجود غير هنا ابيض واخضر اذا تلاحظون تشارت بين اعتم من شارتت بين الابيض والاخضر هالشكل لح تشتغل المروحة المروحة الداخلية ما الباور سبلاي هاي شغلة مهمة جدا اذا ما سويها ما يشتغل الباور سبلاي مالتك بعد ذلك التحوير اللي يحول الباور سبلاي الى ارباطعش ونصف فولت شي سوي هو تاخذ الواير تقص الواير الازرق هذا هو بس واير ازرق تقص طلع هذا اول واحد والبرتقالي هذا ده شوفوا البرتقالي ازرق وبرتقالي الازرق لح يكون الناقص والبرتقالي لح يكون الزائد لح يطلع لك ارباطعش ونصف فولت مثل ما جاي شوفون هسه حاليا شوفوا اخواني ده يطلع لك ارباطعش واربعة بالعشرة فولت ده يطلع لك ارباطعش واربعة بالعشرة فولت اذا جاي شوفون الواير البرتقالي واحد منهم تاخذه والواير الازرق هذا مكسوس وثمه ده شوفوا قصينا اهنا هذا الواير الازرق تقصه مننا هذا قصينا ايه هذا فالازرق والبرتقالي لح يطلع لح يطلع لك ارباطعش وعشرة بالمية فولت ارباطعش وارباطعش عفو واربعة بوينت اربعة فولت دي سي وهذه هي الفولتية اللي تفيد للشحن هس هنخلي عالشحن مثل ما ده شوفون شوف فولتية شنون تنقف وضيب دي يشحن شوفوا خليناه عالشحن الفولتية نزلت الاثنعاش وثمانين يعني قام يشحن لحن وخرى من الشحن لحي يرجع يصعد خليناه عالشحن حاليا واثنعاش وسبعة وسبعين ودي يشحن بصورة جيدة فهاي الطريقة اخواني اهم شيء قلنا لكم الابيض والاخضر شرت عالية تقدر شرت عالية تقدر تقصه وتربطه واحد ويلا اختربطه الابيض ويلا اخضر حتى تشتغل المروحة من اشتغلت المروحة يعني باورسب لا يشتغل زيان المروحة هي هاي هاي المروحة بعد ذلك قلنا لكم واحد من وايرات البرتقالي بهواية طلع واحد منهن من البرتقالي والازرق هذا بحدد قصه فالبرتقالي وهي الازرق الازرق سيصير الاسوء السالب والبرتقالي يكون الزائد وانا رابطها بقراسة حمراء البرتقالي رابطها بقراسة حمراء للقطب الموجب لان هذا مش شاحن ده يشحن والقطب الثاني رابطها اسود اللي هو السالب قراسة سودة اللي هو الازرق فهاي الشغلة مهمة جدا لتحويله الى شاحنة ارباطعش فولت ارباطعش وتقريبا اربعة بالعشرة فلا تنسلك واشتراك بالقناة تفعيل الجرس السلام عليكم ورحمة الله